بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية أما بعد فإن حديثاً في صحيح مسلم فيه فوائد جمة وأحكامه كثيرة وهو حديث صحيح مشهور معروف بين علماء الحديث عن جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد الباقر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي فأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحباً بك يا ابن أخي سل ما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة الساج طيلسان مقور ينسج وجمعه سيجان وقيل الساج الطيلسان الضخم الغليظ وقيل الطيلسان الأخضر إذن يقول وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب والمشجب هو عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء قال فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة وذو الحليفة هو المعروف في زماننا بآبار علي فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري بثوب فأحرمي قال لها اغتسلي واستذفري بثوب فأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء والقصواء اسم ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الأعرابي القصواء التي قطع طرف أذنها كما في شرح النووي على مسلم قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء والبيداء اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة المنورة نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعي يمينه مثل ذلك وعي ساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به في شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين البيت ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فأبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونشر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة وهذا الحديث رواه الإمام مسلم فيجب الحج معشر الإخوة والأخوات وهو قصد الكعبة بالأفعال المعلومة والعمرة أيضا في مذهب الإمام الشافعي واجبة في العمر مرة وهي زيارة الكعبة للأفعال المعهودة وجوبا موسعا إلى الموت في العمر مرة واحدة كما ذكرنا فالحج فرض بالإجماع على المستطيع ومن أنكر وجوبه لا يكون مسلما لأنه بهذا يكون منكرا لوجوب أمر وجوبه معلوم من الدين بالضرورة يشترك في معرفته العلماء والعامة وأما مجرد تركه مع الاستطاعة مع اعتقاد وجوبه وفرضيته فلا يكون كفرا وإنما هو من الكبائر وأما العمرة فقد اختلف فيها فذهب بعض الأئمة منهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما بينا إلى أنها فرض كالحج وذهب بعض إلى أنها سنة ليست فرضا والحج له أركان وله واجبات وتوجد محرمات للإحرام وتوجد سنن أيضا فينبغي أن يتعلم من أراد الحج أحكام الحج حتى يكون حجه موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى والركن هو ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه الأركان التي هي الأعمال التي لا يصح الحج بدونها ولا تجبر بالدم وهي ستة أولها الإحرام ومعنى الإحرام نية الدخول في النسك والنسك هو عمل الحج أو عمل العمرة فلا تجب نية الفرضية في الحج الفرض إنما الواجب أن يقول في قلبه دخلت في النسك ويسن قبل الإحرام الاغتسال وتطيب البدن وهو سنة للرجال والنساء وأفضل الطيب المسك المخلوط بماء الورد المخفف بماء الورد ثم بعد ذلك ليس عليه بأس في استبقائه عليه في استبقاء هذا الطيب عليه لأنه في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك للإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينهانا أي لو كان هذا الأمر محرما لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهي عنه أما الثوب فتطيبه مكروه لكن لو فعل ذلك لا يحرم عليه أن يستمر على لبس هذا الثوب ولو نزع هذا الثوب المطيب عن جسمه فيحرم عليه إعادته إليه وتلزمه فدية إن فعل ثم الرجل والمرأة يسن لهما صلاة ركعتين بسورتي الكافرون والإخلاص وذلك قبل الإحرام ثم يستقبل القبلة ويقول في نفسه دخلت في عمل الحج ويقول شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة وروينا في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث شداد بن أوسر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قيل وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء هذا الحديث يتضمن فضل يوم الجمعة هنا لفظ الحديث إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وإنما قال من أفضل أيامكم ولم يقل إن أفضل أيامكم لأن هناك أياما لها مزايا وفضائل كيوم الحج الأكبر وهو يوم العيد بالنسبة للمحرم في الحج العاشر من ذي الحجة يوم العيد هو يوم الحج يوم العيد هو يوم الحج الأكبر عرفة قبل يوم العيد الوقوف بعرفة يكون في التاسع من ذي الحجة في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة ويستمر وقته إلى فجر العاشر من ذي الحجة أي إلى فجر العيد إلى فجر عيد الأضحاء وسمي يوم العيد للحاج يوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج تكون فيه كالطواف والحلق أو التخصير ورمي جمرة العقبة ولا يتنافى هذا مع حديث الحج عرفة لأن أشد أعمال الحج احتياطاً هو وقوف عرفة لضيق وقته لأن الوقوف بعرفة كما بينا وقته أقل من يوم كامل لأن وقته من زوال يوم عرفة من زوال الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة إلى الفجر إلى فجر العاشر من ذي الحجة ما بين الزوال والفجر هذا وقت عرفة فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في هذه المدة التي هي أقل من يوم كامل فاته الحج فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة معناه من أدرك عرفة أي وقف بعرفة فقد أدرك الحج أي ما سوى ذلك سهل عليه لأن أركان الحج سوى الوقوف وقتها واسع فالركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة أي أن يكون بأي جزء من أرض عرفة لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف ولو كان مارراً لم يمكث فيها أو كان نائماً يصدق عليه أنه وقف بعرفة ثم السنة أن يخرج إلى منا يوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية فيبيت فيها ويصلي فيها خمس صلوات آخرها صبح يوم عرفة صبح اليوم التاسع من ذي الحجة ثم يذهب بعد الإشراق إلى نمرة وهي أرض ملاصقة لعرفة ويمكث فيها إلى أن تزول الشمس ثم ينتقل من نمرة إلى المسجد وهذا المسجد جزء منه من عرفة وجزء منه ليس منها إنما يكون من نمرة ثم يدخل عرفة فيما بين زوال شمس يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة كما بينا إلى فجر ليلة العيد أي إلى فجر العاشر من ذي الحجة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة روى هذا الحديث الأربعة أبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه أي أن من أهم أركان الحج الوقوفة بعرفة لأن الوقوفة وقته قصير ثم الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة وللنساء حاشية الموقف أي أن يقفنا في حاشية الموقف حتى لا يزاحمنا الرجال ويسن الجمع بين الليل والنهار في عرفة وعلى قول يجب الجمع بينهما في عرفات فإن ترى كذلك كان على قول مكروها وعلى قول حراما ثم يرحل من عرفات إلى مزدلفة وهي أرض بين منا وعرفات والطواف بالبيت الذي هو ركن من أركان الحج لا يجبر بذبح إن فات لأن وقته واسع لكن أفضل أيامه يوم العيد فمن لم يطف طواف الفرض في خلال أيام التشريق طاف أي يوم شاء بعد ذلك ولو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر إذن الركن الثالث من أركان الحج هو الطواف بالبيت سبعا ويدخل وقته بعد منتصف ليلة العاشر منذ الحجة ولا يصح إلا بعد انتصاف ليلة النحر وهي ليلة العاشر منذ الحجة أي ليلة العيد والبيت يراد به الكعبة ويسمى القبلة وكان البيت قبلة آدم عليه السلام وما بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال بيت المقدس في صلاته سبعة عشر شهرا أول ما قدم المدينة ثم أمر باستقبال الكعبة فلا تزال القبلة على ذلك إلى يوم القيامة وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة قبل هذه المدة أم كان يصلي إلى بيت المقدس فيه رأيان ومعنى الطواف هنا أن يدور الحاج حول الكعبة سبع مرات وقد جعل البيت أي الكعبة عي ساره مارا لجهة حجر إسماعيل عليه السلام ومن شروط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه كله أو بعضه في أول طوافه فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر الأسود مما يل الباب ومنها النية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير إحرام بحج أو عمرة فإنه حينئذ تجب النية فلا يصح الطواف بدونها ومنها أن يكون عدد الطوفات سبعا يقينا فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة ومنها أن يكون داخل المسجد ولو على سطحه وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه والشاذروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا فهو من الكعبة لذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشيء من بدنه محاذ له ومنها الطهارة عن الحدثين والنجاسة التي لا يعفى عنها والطواف معشر الإخوة والأخوات أمر تعبدي والأمور التعبدية فيها إظهار الانقياد انقياد العبد لربه من دون توقف على سبب ظاهر وهذا جواب من يقول لماذا الطواف سبعة أشواط وليس أقل أو أكثر والحكمة من الطواف إظهار السبات على طاعة الله كأن الطائف يقول مهما درت وحيث ما كنت أثبت على طاعة الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر